الى مقر عملها بمستشفى الشفاء في مدينة الموصل او ان شئت فقل الى ساحة المعركة تصل الممرضة سرور الحسيني لتستأنف القتال ضد عدو خفي قتل من العراقيين اكثر من ثلاثة الاف واصاب نحو ثمانين الفا اخرين تتجهى السرور بعدة المعركة لتبدأ في استخدام سلاحها الافضل في مواجهة الفيروس طبيعة عملي وعمل كل كوادر الابطال الليويانة هو التركيز على الحالة النفسية الايجابية اضافة الى اعطاء العلاج وانشوف متطلبات المرضى قدر الامكان انحققها لانه بالنهاية راح يضوجون حجر 11 يوم او اكثر فاحنا ما نريد ان يضوجون كل الابطال الليويانة وانا مركزين عن الحالة الايجابية لانا نريدهم يطالبون على المرض بنفسيتهم الايجابية يطالبون عليه بمناعتهم القوية معركة سرور ضد ما يحزن العراقيين لم تبدأ فقط مع تفشي وباء كورونا فلقد امضت سرور شهورا طوالا تقود فريقا تطوعية لرفع الجثث من تحت انقاض مدينة الموصل في معركة لا تقل ضراوة عن تلك التي تخوضها اليوم اكفرق كبير بين العمل بانتشاري للجثث من المنطقة القديمة وبعملي داخل ردهات الحجر الصحي اذا نجعل فروقات اكفروقات نعم اكفروقات من ناحية التعب من ناحية المخاطر ولو انو الاثنين اوجه التشابه بهم اكثر انو المخاطر اليوم واحدة هناك كان خطر موت وهناك خطر موت هناك كان تعب وهناك تعب نفس الشي بس انا برأيي انو وجه التشابه بين الاثنين وانو احنا زراعنا امل زراعة الامل افضل ما يمكن فعله في مواجهة الازمات ولقد اختارت الممرضة سرور هذه المهمة الشاقة لتعيد رسم البسمة على وجه الموصل بعد طول حزن وعناء موسيقى